موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة السعودية نستهلها بالعناوين الديوان الملكي يعلن تماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء بعد استكمال الفحوصات الطبية موسيقى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الأثيوبي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وآدائه اليمين الدستورية موسيقى ولي العهد يلتقي وزير الخارجي الإيراني ويبحثان المستجدات الأقليمية موسيقى موسيقى أهلا بكم صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي بيان من الديوان الملكي استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله هذا اليوم الأربعاء السادس من ربيع الآخر لعام 1446 للهجرة الموافقة التاسع من أكتوبر الفين وعشرين الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة وقد تماثل ولله الحمد للشفاء حفظ الله خادم الحرمين الشريفين والبسه ثوب الصحة والعافية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيته تهنئة للرئيس الأثيوبي تابي آتسكي سلاسي بمناسبة انتخابه وآدائه اليمين الدستورية رئيسا لأثيوبيا وعرب للملك وولي العهد عن أصدق التهاني وعطيب التمنيات بالتوفيق والسداد ولشعب أثيوبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله الشيخ في الرياض سفيرة ألبانية لدى المملكة سايمون ربالا وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات الأسية مما يتعلق بالعلاقات البرلمانية استعرض الأمير تركي ابن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء خلال استقباله لسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بحث وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال لقائه نظيره العماني الدكتور سعيد الصقري تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية التي تعمل عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لزيادة تجارتها البينية والخارجية أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتور هالة تواجري أن المملكة عملت على تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال إبراز القيم الإسلامية التي تعزز مكانتها وتصحح المفاهيم المغلوطة انطلاقا من دور المملكة الريادي في المنطقة والعالم الإسلامي عملنا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز وحماية حقوق المرأة من خلال إبراز القيم الإسلامية الصحيحة التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع وتكفل تمتعها بجميع حقوقها وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن وضع المرأة في الإسلام في هذا الإطار أود أن أشير إلى استضافة المملكة للمؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي والذي خلص إلى وثيقة جدة حول المرأة في الإسلام التي ستكون بمثابة خارطة الطريق للأصلحات التشريعية التي من شأنها مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية وأضافت هالا التويجري أن مساعدات المملكة الإغاثية من مركز الملك سلمان استفاد منها أكثر من 152 مليون إمرأة في 76 دولة حيث اتخذت المملكة جهودا عدة جنبا إلى جنب مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على المساعدة الكاملة للغيام بدورها من خلال تنفيذ من خلال مركز الملك سلمان أكثر من 1011 مشروع بتكلفة أكثر من 669 مليون دولار أمريكي بلغ عدد المستفيدين منها من النساء تحديدا أكثر من 152 مليون في 76 دولة حول العالم منذ تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة حتى سبتمبر 2024 كما أكدت الدكتورة تويجري أن المملكة بلغت أفضل المستويات في مجال حقوق الإنسان أؤكد مضي المملكة العربية السعودية قدما في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفا فيها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسعيها نعود أزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما أؤكد عزم حكومة بلادي على مواصلة ما تحقق من إصلاحات وتطورات في مجال حقوق المرأة وصولا إلى بلوغ أفضل المستويات في هذا المجال انطلاقا من حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة في أعلى سلم أولوياتنا الوطنية لتكون بالفعل شريكا فاعلا في التنمية اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار الذي أقيم بمدينة ميونيخ في ألمانيا الاتحادية واستعرضت الهيئة من خلال جناحها أهم التشريعات العقارية في المملكة وقدمت عددا من الموضوعات التي تستعرض دور الهيئة في تنظيم القطاع الإيجاري ونظام البيع على الخارطة وجهودها في السجل العقاري دشنا وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي في الرياض التي ستستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الجاري بحضور نخبة من المنتجين والفنانين والمهتمين بالأفلام ويهدف المنتدى إلى تمكين وتطوير صناعة الأفلام في المملكة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات فيها وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في كلمة الافتتاح أن الوزارة تسعى لأن تكون المملكة محوراً إقليمياً ودولياً للإنتاج السينمائي نؤسس من خلال منتدى الأفلام السعودي المرحلة جديدة تتجاوز حذود الإبداع والتعلم والصناعة سينمائية متكاملة تمثل جسراً للتواصل الثقافي والاقتصادي مع العالم ونسعى لأن تكون مملكة محوراً إقليمياً ودولياً للإنتاج السينمائي تمكن المواهب وتفتح الأفاق أمام شركات استراتيجية تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع العرض والتوزيع في الختام نؤمن بأن صناعة الأفلام ليست مجرد محتوى يشاهد بل الاقتصاد يبنى وفرص تخلق وقصص تكتب في ذكرى الأجياء واليوم نطلق العنالة المستقبل يتطلع إلى فاق لا حدود لها وأكد خلال المنتدى رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركيا الفيصل على أن دور السينما مهم في تلاقي الحضارات المختلفة أعتقد هذه مسؤولية بشرية للعالم كله أن يكون ما ينتج من أفلام يؤدي غرض خدمة البشر وبني الإنسان أن أقول أن المثل يقول الصورة تسوى ألف كلمة وهذا مثل شائع ليس فقط عندنا في العالم العربي لكن في جميع أنحاء العالم ولا شك أن دور السينما والفيلم المصور كبير جدا في التلاقي والتلاقح بين بني البشر في حضاراتهم المختلفة أو في ثقافاتهم المتعددة تحتاج شعار لإبداعك أثر ينطلق اليوم في الرياض المعسكر التدريبي لهكثون الصناعة في نسخته الثالثة بمشاركة مائتين وستة أفراد يمثلون خمسين فريقا ويهدف المعسكر إلى استثمار إبداعات المواطنين والمقيمين وتوجيه طاقاتهم نحو ابتكار حلول إبداعية للتحديات التي تواجه المصنعين الوطنيين كما سيوفر مختبرا للتصنيع للمساعدة المشاركين على تنفيذ أفكارهم باستخدام عدة تقنيات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب التعاوني مع وزارة التعليم عن البدارس الحكومية والأهلية والعالمية المصنفة في مستوى التميز على مستوى المملكة وذلك خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي تميز 2024 الذي سيقام في الرياض في الرابع عشر من مكتوبر الجاري وسيشهد الملتقى تكريم المدارس المتميزة وفقا لنتائج التقويم الخارجي لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة والشفافية وقعت وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني محضرا لاعتماد آلية مراجعة وتحكيم برامج المعاهد التعليمية والتدريبية بالوزارة وتضمنت الآلية الموقعة مراجعة وتحكيم التدريب التقني والمهني لثلاثمائة برنامج من برامج المعاهد التعليمية والتدريبية في وزارة الدفاع خلال خمس سنوات أبدت أكثر من عشرين شركة كندية رغبتها للاستثمار والمشاركة في رحلة التحول الرقمي بالمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية بسوق الاتصالات والتقنية السعودي البالغ حجمه 166 مليار ريال جاء ذلك خلال اللقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلا بمجلس الأعمال السعودي الكندي وصلت اللقاء الضوء على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وكندا وبخاصة في مدينة نيوم وأنتاريو وسبري تمكين المستثمرين الكنديين من الفرص بالسوق السعودي أكد المدير الفنين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الإيطالي روبرتو مانشيني خلال المؤتمر الصحفي عن صعوبة المواجهة المنتظرة التي تجمع منتخبنا الوطني أمام المنتخب الياباني اليوم في الجولة الثالثة من الدور الثالث التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم في ختام النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها الديوان الملكي يعلن تماثل خادم الحرمين الشريفين للشفاء بعد استكمال الفحصات الطبية خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي العهد يهنيان الرئيس الإثيوبي مناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية وآدائه للمين الدستورية ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيراني ويبحثان المستجدات الإقليمية شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة